السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنكتب برنامج يقوم بإنشاء واجهة تحتوي على buttons وعندما أضغط على button سيقع اعتباعة عنوان button إذن سأنتلق من هذا الكود الذي مكنني من إنشاء هذه النافذة تحتوي على two buttons إذن تلاحظون عندما أضغط على أي button ولا شيء يحصل إذن سأقوم بتغيير الكود عشان يصير عندما أضغط على button B1 يقع اعتباعة B1 في الأوتبوت عندما أضغط على B2 حيقع اعتباعة B2 إذن الكود يحتوي على class اسمها button action extends Gframe إذن تحتوي على constructor button action وهذا ال constructor يقوم بتحديد عنوان ينشأ نافذة يحدد عنوانها اللي هو title يحدد size لهذه الواجهة إذن هنا size حيكون 400 على 100 أحدد أقول للنافذة كيف سأضيف البوتون لها إذن سويت setLayout newFlowLayout حيكون الواحد تلوى الأخرى ثم أقوم بإنشاء B1 الوبجكت B1 الوبجكت B2 وأضيف B1 و B2 للنافذة this this.add B1 this.add B2 وأخيرا أسوي setVisible للنافذة في المين method قمت فقط بإنشاء object نوعه button action تحصلت على هذه النافذة الآن سأقوم بتغيير هذا البرنامج عشان عندما أضغط على البوتن B1 أقوم بتبعط B1 B2 أطبع B2 سأحتاج لتسوية implementation لأنترفيس اسمها action listener الaction listener إذن هي انترفيس ويمكن أن نفسر الaction listener كمتصنط نحتاج إلى object يقوم بالتصنط للأكشن عندما أضغط على زر يعتبر action إذن هناك طرق عديدة لكتابة البرنامج سأقترح عليكم الكود التالي implement action listener لماذا implement؟ أذكر أن action listener هي انترفيس لذلك لا نستطيع أن نسوي extends لكن هنسوي implement صارت هذا الـ object هذه الكلاس صارت أيضا نوعها action listener هنا في خطأ لأنني لم أسوي الimport لهذه الكلاس إذن سويت import صار عندي الimport للكلاس الموجودة في java.aw.event بإمكاني أن أضع هنا . نجمع عشان أستدعي كل الكلاس الموجودة في هذا الـ package تلاحظون أن الكمبيوتر يقول لي في خطأ هنا لماذا؟ لأنني لم أسوي implementation لـ method موجودة في هذه الـ interface أذكر أن الـ interface كل الـ methods الموجودة في الـ interface هي abstract لذلك يجب أن نسوي لها implementation إذن لو أرد أن نسوي implementation Add an implemented method أتحصل على هذا إذن يجب أن أكتب public void action performed بين قوسين action event أعطي هنا أي اسم مثلا أكتب system.out.println hello إذن أي object أنشئه من هذه الـ class هيعتبر action listener ويتصنت لـ action عندما تصير action حيقع استدعاء هذه الدالة وتنفيذ hello إذن لو أردت أن يكون الـ b1 و b2 عندما أضغط عليه حيطب علي hello أكتب هنا b1.add action listener بين قوسين this لماذا this؟ لأن هذه الـ class ستعتبر أيضا action listener أي object من هذه الـ class ستعتبر action listener نفس الشيء بالنسبة b2.add action listener بين قوسين this بين قوسين this صار في connection بين b1 و الـ action listener و الـ action listener و الـ action listener و الـ action listener فيه ربط عندما أضغط على هذا الزر حيقع استدعاء الـ action listener هذا وحيقع تنفيذ محتوى هذه الدادلة ونفذ البرنامج عندما أضغط على b1 سيطبع لي hello أطبع على b2 سيطبع لي أيضا hello طيب الآن أريد من البرنامج أن يطبع لي إما b1 أو b2 لذلك يجب أن أعرف على أي زر ضغط هذا الـ object سيحتوي المعلومات التي تمكنني من معرفة هل ضغط على b1 أو b2 إذن هنا سأكتب object أو إذن يمكن أن أكتب object e.getSource object أسمي الأوبجيكت obg يساوي e.getSource إذن e.getSource سترجع لي على أي زر ضغط إذن سأكتب if obg يساوي بي وان لكن طبعا ما استطيع ان اصل للمعلومة بي وان لاني عرفت البي وان والبي تو داخل الكونستركتر لذلك ساقوم بتعريف بي وان وبي تو خارج الكونستركتر جي بوتن بي وان بي تو هنا فقط احذف الجي بوتن هنا والجي بوتن هنا اذا صار بامكاني ان ارى البوتن بي وان والبوتن بي تو واستخدمهم في هذه الدلة اكشن بيرفورمت يعني هنا احذف هذه الفلسة المنقودة هتكون موجودة احنا if obg يساوي بي وان system.out.println ماذا سنطبع؟ سنطبع بي وان ال سنطبع بي تو عندي فقط اثنين ازرار يعني اما بي وان او بي تو ال system.out.println ونفذ البرنامج اذا عندما اضغط على البي وان حيطبع لي الكمبيوتر بي وان اضغط على البي تو حيطبع لي بي تو اذا هذا مثال بسيط جدا لفهم اهمية ال action listener ال action listener اذكر اللي حيتصنت الى اي اكشن عندما نضغط على زر هذا الضغط يعتبر اكشن وعندما تصير اكشن حيقع استدعاء محتوى هذه الدلة الدلة اكشن بيرفورمد ثم علينا ان نربط اي بطن بي ال action listener اللي انشأناه بي وان دات اد action listener بين قوسين وضع this لان هذه الكلاس تعتبر ايضا اكشن listener اي object من هذه الكلاس هيعتبر اكشن listener بي تو ايضا نفس الشيء اربطه بال action listener اضغط على البي وان او البي تو اقوم باستدعاء هذه الدلة وانفذ محتوها بيمكنكم تغيروا هذا البرنامج عشان يصير عندما اضغط على زر الاكشن صير مختلفة نغير هذا الكود وانسوي اللي انريد اياه